امبرح رئيس الوزراء الدكتور مصفى مدبولي عقد اجتماعات مع مسؤولي احدى الشركات الكبرى في صناعة السيارات والسيارات الكهربائية تحديدا لبحث فرص التصنيع المحلي والتصدير وزيادة التصدير من المنتج الى الخارج طبعا احنا عارفين ان هدف الدولة المصرية هي توصل لتصدير 100 مليار دولار بشكل عام لكن فكرة الصناعة النظيفة او المنتج النظيف المحافظ على البيئة واللي بيراعي التغيرات المناخية المختلفة اللي فرضت نفسها علينا وصناعة السيارات الكهربية هي العصر او هو الموضوع اللي بنتكلم فيه سواء من فعليات بالتم كان من سابق في مهرجان العالمين ورالي السيارات الكهربية واللي كان بعقول من طلبة كليات الهندسة المختلفة في مصر او حتى من خلال الاجتماعات للمسؤولين التنفيذيين في الدولة المصرية بكل تأكيد يهبوا وخلينا برضو عشان نوضح للسادة المشاهدين اكتر الدول عندها استراتيجية لتوطين الصناعات بشكل عام يعني احنا دلوقتي طبعا الفقرة دي مخصصة لصناعة السيارات الكهربائية والتصنيع بشكل عام لكن احنا عندنا هدف وعندنا استراتيجية واضحة جدا لتوطين الصناعات وزيادة المدخلات والمواد الخام المدخلات الاولية طبعا المواد الخام للصناعات المختلفة احنا طبعا كنا من يومين بنتكلم مع حضراتكم عن توطين صناعة للسيارات وان احنا عندنا تجميع للسيارات هنا في مصر وبدأنا نزود المكون المحلي في هذه السيارات لكن لما نيجي نتكلم عن الاجتماع اللي كانت هيبة لسه بتقول عنه دلوقتي بالامس لتوطين صناعة للسيارات دلوقتي عايزين نركز أكتر في فقرتنا عن صناعة السيارات الكهربائية قدقي الناس يبقى يكون عندها وعي بالسيارات الكهربائية بدأت الناس تحب تقتاني مثل هذه السيارات الأوبشنز الموجودة في السيارات الكهربائية إلي خلينا نروح لهذه السيارات طبعا بخلاف البعد البيئي ده طبعا مما لا شك فيه كل هذه التفاصيل هيعرف لنا دلوقتي المهندس أحمد زين رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية اللي بنوارنا صباح الخير عليك يا مشهور صباح النور ياهلا بيك أحضرك إيه ياهلا بحضرتك في البداية نتكلم عن اجتماع رئيس الوزراء بالأمس واجتماعات متتالية الحقيقة بصناعة السيارات هو باختصار شديد احنا مصر بقالها يمكن أكتر من أربع سنين من 2018 يعني ست سنين دلوقتي بنتكلم في مسألة السيارات الكهربائية ليه السيارات الكهربائية؟ لأن احنا حاولنا كتير جدا نحن نصنع سيارات بتعمل بالوقود ولكن الموضوع شوية معقد المطور لوحده بتاع العربية اللي بتعمل بالوقود بيتكون من 3000 قطع لكن العربية الكهربائية باختصار شديد هي 3 قطع أساسية بطارية ومحرك وحاجة اسمها انفيرتر فالمسألة أبسط والفرصة كبيرة جدا لمصر أنها تكون مركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات الكهربائية للمنطقة والسيارات الكهربائية بتنمو في العالم كله دلوقتي فمثلا أفريقيا هي سوق خصب جدا للسيارات الكهربائية الوطن العربي سوق خصب جدا للسيارات الكهربائية فمصر كانت من أول الدول في السستينات عملت مصنع نصر وكان عندنا صناعة ولكن الصناعة دي اندثرت مع الوقت وبالتالي الفرصة جات لنا تاني لما السيارات الكهربائية بقت هي التوجه العالمي فمصر بقى عندها فرصة كبيرة جدا فمعاين رئيس الوزراء بقى له فترة بيقابل كل الشركات العالمية وبيتقابلوا مع الشركات اللي في مصر دلوقتي اللي عندها وكلات وبيتقابلوا مع شركات اللي عندها مصانع ويدرسوا إزاي ممكن نوطن صناعة السيارات اللي هم وغادين وكلتها دي في مصر لسيارات كاربية وبيقدموا لهم كل الدعم وكل الحوافظ الممكنة والحقيقة أننا كان عندنا كمان في الغرفة قريبة يعني سيدة لوانور درويش اللي هو رئيس الشعب عندنا اتكلم مع الغرفة التجارية الصينية علشان نبدأ نتكلم في نقل خطوط إنتاج كاملة من الصين لمصر وده الحقيقة اللي بيحصل دلوقتي في العالم كله وإحنا شفنا التجربة المغربية زي المغرب عملت طفرة كبيرة جدا في وقت قلال جدا بصناعة السيارات شفنا كمان تحركات من الدولة زي ربط وزارة النقل بوزارة الصناعة أعتقد دي رسالة واضحة جدا أننا عايزين نبقى عندنا ريادة في مسألة صناعة المواصلات بشكل عام صناعة السيارات بشكل عام ليه كهربائية؟ احنا شايفين دلوقتي كل وسائل النقل الدولة عملت لنا البي ار تي عاملين المونوريل عاملين الوتوبيس الكهربائي عايزين التاكسي الكهربائي في العاصمة ومشاريع أخرى كتير جدا الدولة بتسعى لها بشكل كبير جدا عشان تنشر الثقافة بتاعت السيارات الكهربائية عشان قريبا جدا إن شاء الله يكون عندنا صناعة محترمة في المجال ده بشبغاندس أحمد اللي بيتفرج علينا هيقول لك هي تواجدها قد إيه في السوق المصري بالنسبة للأفراد والتكلفة كمان للإقتناء طيب خلينا أقول حقك هي تواجدها في تزايد مستمر ودايما السيارات الكهربائية بتنمو بشكل انفجاري في العالم كله يعني التجربة في العالم كله حاجة اسمها اكسبونانشل جراس أو الشكل الانفجاري فالعربات الكهربائية مثلا من ثلاث سنين كان عددها ما يطلعش واحد في الماء من اللي موجود النهاردة وهكذا كل الشهر ده المرور مطلع إن عدد السيارات الكهربائية تخطى شهور اللي فاتت بنسبة مية في المية فبالتالي هي بتنتشر بشكل كبير جدا تكلفة امتلاكها أرخص من البنزين على مرة خمس سنين تكلفة المبدئية عشان تشتريها بنفس أسعار البنزين تقريبا بنفس أسعار السيارة التقليدية بالزبط تقريبا نفس الأسعار دلوقتي نتكلم من أول 800 ألف جنين نعرف نجيب عربية كهرباء اللي هو دي بقت الأسعار للأسف الطبيعية لحد بقى زي ما يكون ولكن في حاجة اسمها تكلفة تشغيل أنا هنا لعندي بنزين ولعندي سيانات دورية ولعندي مصاريف فلما بنحسب على خمس سنين بنلاقي 60% وفر للعربية الكهرباء معلش ما فيش سيانات دورية لمدة خمس سنين خلص ما فيش سيانة خالص يعني أكتر من الكويتش من غير الكويتشات اللي هي الحاجات الاستهلاكية المسيطة لكن مثلا ما فيش في الفرامل بيتغير بعد مثلا 90 ألف كيلو ولا 100 ألف كيلو لأن فيها حاجة اسمها فرامل قادة توليد الطاقة فبالتالي العربية بتفرم من غير استخدام الفرامل ما عندناش زيوت ما عندناش بوجهات ما عندناش فلاتر طب البطارية والشواحن يعني دايما نسمع طب إيه الشحن المنسب طب قوة البطارية وهتستمر قد ديه طيب اللايف سبان أو العمر الافتراضي للبطاريات بالتكنولوجي اللي موجودة حاليا اللي هي بقت صارخة جدا بقت بتوصل ل 15 سنة وبتتكلم فوق المليون كيلو علشان تبدأ البطاريات بوص لكن في حاجة اسمها ديجراديشن أو أن البطاريات قلة تدريجيا وده بيحصلش قبل 250 إلى 300 ألف كيلو اللي هو لو قسته في العربية اللي بتعمل بالوقود هتلاقي أنها في الوقت ده بيكون مطورها بس أصلاً مطورها أغلى حاجة فيها زي ما البطارية هي أغلى حاجة في السيارة العربية والبطارية لما بدأت في سنة 2011 كان تكلفة تصنيع كيلو واط أور الواحد في التصنيع كان تكلفته ألف ومئة دولار النهار ده احنا بنتكلم في تسعين دولار فمع تطور التكنولوجي البطاريات نفسها بقت أرخص وبقت يسهل الحصول عليها بلاس أنه كان دلوقتي بدأوا يجيبوا بدائل مستدامة للليثيم والحاجات دي بدأوا دلوقتي فيه اختبارات لأنهم بيصنعوا من مواد أكثر استدامة من السيكا تتعيش أكتر فالبطارية تتعيش أكتر وكمان تكون متوفرة أكتر وأرخص يعني هيا الفكرة مش بس أنها تتعيش أكتر عشان تكون أرخص في المتناول طيب الشواحن هل هي انتشرت؟ احنا بنشوف في بعض محطات البنزين كده مكان مخاصص لشحن الكهرباء هل ده ممكن يكون في البيت عادي؟ خليني أشرح لك العربية كهرباء بتتشحن بثلاث طرق طريقة الأولية تتشحن في الفيشة العادية خالص ودي اسمها شحن بطيء في الفيشة بتاعيش في الفيشة العادية خالص دي حب قد إيه كهرباء؟ ضعيفة جدا حاجة بسيطة خالص حاجة بسيطة خالص خالص يعني يعني ما تحتاجش تغيير عداد بقى لا تقول لك إمتى تحتاج تغيير عداد لو عايز تعمل الشحن المتاصل اللي هو بتحط وحدة شحن في البيت ودي طريقة الموصلة لو أنت ما عندكش يعني عندك جراش خاص أو حاجة تقدر تخط وحدة شحن في البيت دي ساعتها بتحتاج أنك يبقى عندك عداد ثلاثة فاز مش لازم تغيير عداد بس يبقى عداد ثلاثة فاز لأنه بيبقى شحن متوسط لو بياخد من ست ساعات لثمان ساعات ده بيبقى جهاز معتمد جهاز متخصصة بتركبه بتصريح من مفق كهرباء بيتركب بشكل مظبوط علشان يحافظ على استمرارية العربية الطريقة الثالثة هي المحطات العامة اللي حياتك بتتكلم عليه محطات العامة اللي حقيقة احنا في مصر من 2018 عندنا بدأت مسألة المحطات العامة النهاردة عندنا 8 شركات يمكن منهم 4 كبار بدأوا يبقوا موجودين منهم شركة واحدة عندها أكتر من 500 نقطة شحن عندها في مصر النهاردة فوق 1200 نقطة شحن موجودة كل الطرق الرئيسية السريعة الساحل والسخنة والغردقة والجونة وشرم والحتة دي كلها دلوقتي متغزية وعليها محطات شحن سريع دي اسمها شحن الطوارئ ده في الآخر انت مبتع تمتش عليها هو أنا مفروض أشحن قدقيه وامشي بيها كم كيلو على حسب العربية يعني احنا عندنا بطاريات بتمشي من أول 300 كيلو لحد 600 كيلو 700 كيلو ألف كيلو كمان دلوقتي خدرة البطارية خدرة يعني أه كل ما ولا مدة الشحن لا قدرة البطارية في الشحنة الواحدة تمشي كم كيلو ده حسب حقيقة العربية عاملة زي كل واحد حسب استخدامه حسب العربية وسواء الشحن بالفيشة اللوعة العادي ده أو الجهاز ده الحقيق قلت عليه بيتركب في البيت الاثنين بيوصلوا نفس النتيجة أو نفس الأداة طبعا ما فيش أي مشكلة طبعا طبعا أنا بتحسب على تعريف الكهرباء زي لما بشحن في المحطات العامة دي بقى لها تعريفة الدولة عاملة تعريفة سابتة للشواحن العام عشان المستثمرين اللي حطين المحطات دي بقى عندهم عائد أرخص من البنزين طبعا أرخص ده يعني أرخص بإيه يعني ده عشرين فمام البنزين لكن هل بعد الخمس سنين مصاريف التشغيل بتعادل العربية اللي هي ببنزين ده أرخص بكتير جدا بعد الخمس سنين احنا قلنا أول خمس سنين اللي هي ما فيهاش صيانة وما فيهاش تفاصيل دي كلها لكن بعد الخمس سنين بعد الخمس سنين هتبدأ تعمل حاجات طبيعية ما أنت بعد خمس سنين حاجات استهلكتها هيبقى فيه استهلكات لكن برضو يظل التشغيل أرخص أرخص طبعا كده كده تصنيع المحلي من العربيات الكهربية سهل؟ ما فيش حاجة سهلة التصنيع عموما يعني العربية التقليدية أنا باخد مكون وبجمعه لكن العربية الكهربية هل ممكن أصنعها من الألف لليأ؟ مش من الألف لليأ بس أتليست هنقدر نوصل لفكرة الستين في المئة مكون محلي يعني الفكرة فين احنا مشكلتنا الحقيقية في المطور مطور العربية للبنزين يكاد يكون مستحيل أن أبدأ فيه تصنيع النهاردة لكن مطور العربية الكهرباء ده حاجة اسمها بيرمنت ماجنة مطور قد كده زي مطور الغسالة يعني بس متطور أكتر شوي لكن في الآخر قصدي إن احنا سهل جدا إن احنا نصنع مطور عربية كهرباء سهل جدا إن احنا نصنع بادي عربية كهرباء وإحنا قريدي عندنا مصنع دلوقتي بتعمل البادي بتعمل الصالون بتعمل الكويتش وببطاريات الصغيرة العادية العربية الكهرباء فيها بطارية برضو الـ 12 فولت الصغيرة دي فنقدر نعمل كل ده هنتكلم بعد كده في فيس تو إن احنا نصنع البطارية هل دوارد ولا لا ده لي دعوة بالمواد الخام وهل إحنا كدولة هنعرف نجيب المواد الخام ولا لا لكن كل اللي حضرتك قلت اللي إحنا نقدر نصنعه هنا في مصر إحنا مش بنصنعه في مصر لإستلاك المحلي فقط لا دي حاجات معدلة للتصدير كمان مزبوط عشان الناس ما تقولش بس أنه هيبقى فيه فرق في الجودة مثلا دي العربية المحلية لا لا إطلاقا إحنا الفكرة أصلا أن مصر تبقى مركز إقليمي لصناعة الصهارات الكهربية في المنطقة فهدف الرئيسي هو التصدير يعني الشركات العالمية كمان تفتح خطوط إنتاجها عندي مزبوط ده اللي إحنا بصدد دلوقتي إحنا دلوقتي الدولة بتتواصل مع شركات عالمية سواء بقى من خلالنا في الغرفة أو من خلال الدولة نفسها أو من خلال الوزرات ده اللي بيحصل دلوقتي نحاول نجيب خطوط إنتاج عالمية لشركات مرموقة وأسماء كبيرة تبدأ تشتغل عندنا والدولة مقدمة شرق التفريع في بورسعيد دي يمكن في مليون قطعة أرض وأراضي وتسهيلات وحوافز كتير جدا عشان نبدأ نجيب خطوط إنتاج جهزة تيجي هنا ده ممكن يقلل التكلفة فيما هو قادم يعني في الاقتناء يبقى أسهل وأيسر مش هيبقى فيه استيراد بالشكل اللي احنا بزرط وهو ده الهدف يعني معتمدين عليه في حاجات كتير نحن نخلص الفقرة بشمانس ونطلع نجرب العربية بتاعتك بار دي فندل نحن نتشر قلت إيه نحن نتشر ربنا خليك بشمانس شكرا جزيلا لحضرتك لحضرتك المانس أحمد زين رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبت السيارات باتحاد الغرف التجارية شكرا لحضرتك نحن نحن نشكرا لحضرتك